المترجم للقناة المترجم للقناة لم تحمس الحصة هاي لأنه فيها تفاصيل جميلة جداً ترقبوها ويلا مع بعض بسم الله زي ما أنتوا شايفين عنا في المقدمة شو أنا ممكن أحكي زي ما أنتوا شايفين عن اللوح بيقول لك The aim of this essay ممكن أبلش The aim of this essay تمام هاي وحدة وبكمل زي ما أنا بتدي إيش يعني The aim of this essay اللي هو هدف هذا المقال وإنت بتكمل بعدين The aim of this essay is to discuss the advantages and disadvantages of social media كمثال أو This article examines يعني هاي المقالة بتختبر أو بتفحص مثلاً This article examines the advantages and disadvantages of social media تمام؟ طبعاً أنا مش بعطيك قالب جاهز خلي بالك أنا بس بقول لك كلمة ربط عشان تبدأ فيها موضوعك خلي بالك ممكن تبلش إن تبعيش In this report أو essay In this report مثلاً The advantages and disadvantages of social media are going to be discussed تمام؟ أو In this essay You are going to know about advantages and disadvantages of social media يعني بالطريقة هاي أوكي يا جماعة In this report In this essay على حسب شو المطلوب منه؟ الآن أنا خلصت المقدمة بدي أبلش أنا بالميم بادي إذا بدي أعطي أمثلة شو الكلمات المناسبة؟ إني أعطي ورها مثال إيش؟ إحنا عندنا بالعربة نقول على سبيل المثال أو مثال على ذلك هاي الكلمة شو هي في الإنجليش؟ ممكن أحكي for example بعدها كما وأحكي ممكن أحكي for instance زيها زي for example بالضبط نفس المعنى تمام؟ ممكن أجي أحكي such as وإنتوا عندكم علم فيها such as في الguided writing كتابة موجهة وممكن أجي أحكي like وبكتب اللي بدي أكتبه تمام؟ هاي لما أجي أعطي مثال حياله كثير طيب لما أجي أنا بدي أضيف فكرة معينة بدي أضيف فكرة معينة إيش عند أضيف فكرة معينة؟ طلب مني advantages طلب مني reasons لما يكون عندي reasons أسباب أو مسببات لمشكلة معينة هي مش مسبب واحد ممكن يكون مسببين ممكن يكون ثلاث مسببات صح ولا لا؟ إذا كان عندي ثلاث مسببات طيب أنا حطيت المسبب الأول وخلصت منه بدي أضيف المسبب الثاني الآن ممكن أجي أستخدم كلمة and ولا تكثر من استخدامها خلي بالك إحنا بنعطيكو تشكيلة عشان تشكل وتنوع في كتابتك ممكن in addition to this أو in addition to that اللي بدك إياه اللي هي بالإضافة إلى ذلك أو بالإضافة إلى ما سبب as well as اللي هي أيضا also بمعنى أيضا moreover علاوة على ذلك furthermore وأبعد من ذلك تمام؟ هاي كلها منستخدمها لإضافة فكرة معين لإضافة فكرة على الفكرة السابقة طيب هاي الأفكار بتكون مترابطة تمام؟ شايف؟ هاي addition إضافة أو continuation لإستمرار بالفكرة أبتحكي فيها طيب لو إجيت أنا بدحكي عن contrasting ideas للأفكار المتضادة أو الأفكار المتعاكسة تمام؟ اللي هي opposition اللي هو التضاد إيش الإشي بدحكي؟ يعني كيف ممكن أنا أستخدمها؟ شوف كيف ممكن تستخدموها حلوة خلصت أنا فقرة الأدفانتجز مش خلصت المقدمة أنا فوق خلصت فقرة اللي هي الإيجابيات بدي أبلش بفقرة السلبيات بإيش ممكن أفتتحها بكلمة جميلة جدا؟ بواحدة من هذول مش كلهم طبعا فخلوا بعدكم on one hand هاي ببلش فيها بالإيجابيات باجي بعدين باستخدم السلبيات on the other hand فأنا بلشت بالإيجابيات on one hand وعندي الإيجابية الفلانية والإيجابية الثلالية والإيجابية عن تانية إيجابة أحكي عن السلبيات هالسلبيات عكس الإيجابيات صح؟ فباجي باستخدم كلمة الورالي on the other hand إذن على اليد الأولى وعلى اليد الأخرى أو على الجانب الأول وعلى الجانب الآخر تمام؟ ممكن أجي إذا في عندي جملتين وحدة عكس الثانية باستخدم but باستخدم while باستخدم whereas although nevertheless however despite هذولا كلهم بمعنى لكن أو بالرغم من كلهم تمام؟ نقدر نستخدمهم آخر واحد اللي عنا conclusion في الخاتمة كيف ممكن أنا أبلش خاتمتيش أول كلمة أبلش فيها بالخاتمة باستخدم 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 to sum up لنجمع الموضوع أو لنلخص الموضوع in conclusion في الخاتمة all in all لألخص ما سبق ultimately ultimately نفس الشيء في النهاية in the end في النهاية فأنا ممكن هذول الكلمات كلهم شايفينهم أفتتح فيهم الخاتمة تمام يا جماعة؟ تمام يا كثير هاستا شو ضايل عنا إحنا؟ العصف الذهني ضايل عنا العصف الذهني ونموذج اللي هو الكتابة العصف الذهني طيب هاي العصف الذهني راح نحكي فيها في الفيديو اللي وراه العصف الذهني يا حبايب اللي هو بنسميه إحنا brain storming brain storming تمام؟ يلا brain storming كيف بدي أعمل أنا ترتيب للأفكار اللي عندي؟ طالب مني أن أكتب عن السوشيال ميديا صح ولا لا؟ باجي بعمل أنا شكل للموضوع عندي أو لأفكاري بشكل أفكاري على شكل بالطريقة هاي ممكن تمام؟ كل واحد هو حر بتشكيل الأفكار وكيف ممكن نشكلها وتكون سهلي له لكن هذا مثال على brain storming أو العصف الذهني دائما العصف الذهني أنا بستخدمه قبل ما أكتب الموضوع بهك بجيب أفكار بعمل عاصفة أفكار بناسمها عاصف ذهني أي أعصف بذهني ببعض الأفكار التي تأتيني عن الموضوع فلذلك قال لي عن السوشيال ميديا إيجابيات سلبيات باجي بصير أنا أفكر شو هو السوشيال ميديا شو إيجابياته شو سلبياته أي أي فكرة بتيجي ببالك أكتبها تمام؟ مش أكتبه في الموضوع لسه أكتبهن على الجانب هذول ها خلي بالك باجي بعدين شو بكتب؟ باجي بكتب أنا موضوعي هيكون عن السوشيال ميديا تمام؟ هذا رح يكون عندي إيش؟ بي المقدمة اللي هي إنترو داكشن هاي بدي أختصرها بإنترو إنترو اللي هي إنترو داكشن اللي هي مقدمة فباجي بكتب السوشيال ميديا إنترو داكشن فقرت المقدمة أنا شو بيجيني أفكار؟ والله بدي أعرف شو هي السوشيال ميديا فباجي بكتب A what is social media بس تمام؟ ما تعرفها هون انت هون بس بديك تاخذ الفكرة رؤوس أقلام انت بتكتب هون بعدين بدي أحكي عن أهمية السوشيال ميديا فبكتب B significance خلص هيك هاي هي الأفكار اللي أنا بدي أكتبها باجي بعدين المين بادي ها هاي مين بادي ون الفقرة الأولى من المين بادي بدي أكتب إيش أنا؟ advantages شو بدي أعطي على advantages دي أعطي examples بس بعدين بيجي عندي main body 2 في المين بادي 2 الفقرة الثاني من المين بادي بدي أكتب disadvantages دي أكتب عليهم examples بعدين باجي بأكتب إيش بالآخر؟ اللي هي الخاتم الconclusion هي مكتوبة أورادي conclusion هي الخاتمة شو بدي أكتب أنا في الخاتم بدي أكتب نصائح؟ ولا بدي أكتب رأيي؟ ولا بدي أكتب توصيات؟ ولا شو بدي أكتب في الخاتم يعني يا جماعة الخير؟ والله إنا جاء بالي بدي أكتب رأيي جتني فكرة إني بدي أكتب رأيي فلذلك يش بكتب point of view أو opinion اللي هي يعني رأيي تمام؟ أو وجهة نظر تمام يا جماعة الخير؟ هيك أنا بكون رتبت مخي على إيش أنا بدي أكتب؟ بيجي ناس بقول لك والله أنا ما بحب استخدم هذا الشكل بدي أستخدم هذا الشكل ها باجي بحكي social media فباجي بحط دائرة هون وبحط introduction شو بدي أكتب الintroduction؟ نفس هذول باجي بأكتب A بدي أكتب كذا B بدي أكتب كذا في الفقرة الثانية بدي أكتب اللي هي advantages شو بدي أكتب الadvantages؟ ده حط عليها أنا examples باجي على الفقرة الرابعة هاي برقمنا واحد اثنين الفقرة الثالثة بدي أكتب disadvantages بدي أكتب عليهم examples باجي على الفقرة الرابعة بدي أعمل هون أنا conclusion شو بدي أكتب في الconclusion؟ والله بدي أكتب رأيي فبكتب opinion بس شايفين يا جماعة كيف؟ ممكن أنت تعمل brainstorming تاعك بالطريقة هاي ممكن تعمل brainstorming تاعك بالطريقة هاي؟ mind mapping بخطة ذهنية بالطريقة هاي انت الطريقة اللي انت بتشوف تعجبك ترتب فيها أفكارك واللي بتعجبك ترتب فيها أفكارك رتبوا فيها أفكاركم بس ضروري جدا الواحد يعمل brainstorming وترتيب أفكار قبل ما يفوت على الموضوع ويكتب تمام؟ معلومة على الطاير يا جماعة خير أو تذكير على الطاير الفعل في الجملة اللغة الإنجليزية مهم خلصنا احنا موضوع brainstorming تمام؟ بس هاي معلومة هيك لأنه احنا ذكرناه و احنا قاعدين جاهز بالدوسية قلت خلينا نحطها عشان نذكركم فيها أهمية الفعل في اللغة الإنجليزية احنا زمان بالفصل الأول لما بلشت دور التأسيس في فصل الأول بالمناسبة في دور التأسيس الفصل الثاني هاي حتنزل إن شاء الله تعالى قريبا جدا 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 نعمل الكدوسية من كعب الدست والدوسية حتكون مجانية إن شاء الله سبحانه وتعالى مع بطاقة تفعيل التأسيس دورة التأسيس حتكون مجانية في مكاتب المملكة اللي حين نتحامل معها في منصة الثراء بس بتروحوا هناك وتطلب الدوسية وإن شاء الله تعالى الحكي رح يكون قريبا طيب أهمية الفعل في الجملة قلنا إيه تتذكروا في دورة التأسيس اللي أعطيتنا الفصل الأول إذا بترجعوا له هاي موجودة على اليوتيوب للآن أول إشي حكيته أول حصة في أول كلمة حكيته قلت اللغة الإنجليزية هي لغة الفعل إيش يعني لغة الفعل؟ إحنا مجزي اللغة العربية لغة العربية ممكن تفاكد شكل الجملة بدون فعل لكن لغة الإنجليزية مستحيل مستحيل يعني في اللغة العربية يجب أقول لك مثلا خالد نشيط وين الفعل في الموضوع؟ أنا حطيت اسم وحطيت صفة نعتم أن عودت صح؟ بس لكن في اللغة الإنجليزية الحكي ما في يزبط لازم يكون دائما عندي فعل سواء فعل رئيسي اللي هو خلينا نحكي أفعال عادية أفعال حركية داينامك أو يكون فعل اللي هو من الأفعال المساعدة يقوم مقام فعل الرئيسي كيف يعني شوف؟ باجي بتطلع بكتب الجملة فيها غلط فيها غلط أنه ما فيها إز أنا بدي أوصف السوشال ميديا بأنها مهمة جدا لما أجي أترجمها أنا باجي بأكتبها هذا الحكي ليش أنا بحكي لأنه بالرائتينج بنوقع فيه كثير باجي أنا بترجم في مخي لأنه باجي بدي أكتب السوشال ميديا مهمة جدا مواقع التواصل الاجتماعي مهمة جدا إيش مواقع التواصل الاجتماعي سوشال ميديا إيش يعني مهمة جدا فباجي بروح لا في اللغة الإنجليزية يجب أن يكون عندي فعل فبأجيب أكتب social media is very important فهذا كتير مهم جدا ديروا بالكم منه نفس الشي هون حتى الفعل هون طلع every country in the world internet يعني الجملة كلها غلط أصلا وإحنا عارفينها وسهلة فبنحكي every country in the world has internet تمام يا جماعة الخير فخلوا بالكم من قضية أهمية الفعل في الجملة في اللغة الإنجليزية ما في جملة بدون فعل خلوها في بالكم هاي لما تيجي تكتبوا الموضوع ممنوع نكتب جملة بدون فعل وصلت وصلت اللي وراه أيوة يجينا على الجد ويجينا على الحلو هون حطيلكوا أنا نموذج لكتابة نموذج ليش؟ لكتابة هاي الكتاب يا جماعة الخير عملناها إحنا على أساس أنها تكون نموذج مثالي إنه كيف ممكن الواحد يكتب ما بقولك إنك لازم تكتب بنفس المستوى تمام؟ لكن اتبع نفس الطريقة تقريبا شوف أنت نحللها هون عشان نشوف الأشياء اللي شرحناها فوق كيف توظفت في هذا الموضوع تمام؟ يلا نبلش ونقول بسم الله هاي أول عنوان أول شيء في العناصر الكتابة اللي هو إيش؟ العنوان التايتل هاي موجود لما يجي طلع بالله على منظرها والله يخلينا صغيرها وشوفوا منظرها عشان تشوفوا إيش قصدي أنا لما أحكي لكم فورم مش شرط نقدر نقرأ الكلمات الآن أنا مش بصدد أني نقرأ الكلمات أنا بصدد أني بس نطلع على شكلها بدأ قرب على الشاشة تبعت هذا عشان نشوف إذا شايفه أو لا آه تمام طلعوا عليها بالله عليكم بدون ما تعرفوا تقرأوا أول كلمة هاي أنا قاعد أطلع معكم على اللوح من جنب الكاميرا بدون ما تعرفوا تقرأوا أول كلمة بالله عليكم ما هم بين وين العنوان الفقرة الأولى الفقرة الثانية الثالثة والرابعة مبينات ليش مبينات لأنه تارك فراغات بينهم هاي هم هون هاي فراغ هاي فراغ هاي فراغ تارك فراغات بينهم فمنظر الكتابة بيفتح النفس إنه الواحد يكبر وشوف شو جوه الكتابة هاي تمام هيك المصحح لما يجي يطلع ويلاقي والله أنت عندك الكتابة فاصل فقراتك ومزبط أمورك الفورم عندك ممتاز عالسريع بيحط لك الفورم ها بيجي بيقول لك الفورم مية مية تمام وعنده تايتل هاي تايتل مية مية يعني جمعت علامات بالطريقة هاي من قبل ما يبلش يقرأ أصلا تمام يلا نبلش كونه هاي الفقرة الأولى معناته I will assume يعني أنا بدي أفترض إنه هاي إيش introduction وحكينا في الintroduction إحنا بنحط الجملة المفتاحية لكلام اللي الفكرة الرئيسية تبع الموضوع وبحط إيش general statements اللي هي أفكار عامة صح ولا لا خلينا نشوف إذا طبقنا هذا الحكي هون هسا هون إحنا عن إيش نكتب هل الإنترنت سيء للشبان هل هو سيء للشباب ولا لا إذن أنا بدي أحكي عن موضوع إذا الإنترنت سيء للشباب أو لا هل حكيت هاي تفاصيل هون لا أنا قاعد بقول الآن هو أسهل من أي وقت مضى حتى إن نتصل بالإنترنت جساتني بحكي بشكل عام عن الإنترنت معلومة الكل بيعرفها تمام بس هاي catchy sentence ها ها شوف هاي هي الكاتشي سنتنس اللي أنا بحكي عنها سوري كاتشي سنتنس اللي أنا بحكي عنها اللي هي الجملة اللي بتشد انتباه القارئ طلع شوف بقولك whether you are using a computer phone or tablet تمام يعني هو الآن أسهل من أي وقت مضى إنك تتصل على الإنترنت سواء أنت قاعد بتستخدم كمبيوتر ولا تليفون ولا تابلت وبس خلص الجملة شو حاط بس خلص الجملة full stop لأنه خلص الجملة بالتعداد شو عمل حاط لك هون إيش حاط لك كما قبل الأخيرة حاط لك عليها or هاي كل أشياء مهمة هاي تفاصيل خلوا بالكم there is no doubt that many young people are spending more and more time online يعني يقولك ما في أي شك ما في أي شك إنه كثير شباب بيمضوا وقت أكثر وأكثر على إيش على الإنترنت على الأونلاين تمام هما شابكين أونلاين وبس خلص الجملة هاي شو حاط حاط كما with positive and negative consequences مع إيش هذا الإش بيجي مع اللي هو تمضيط الوقت على الإنترنت بيجي مع تبعات إما إيجابية أو سلبية فهو هون إيش حكى لي بدو يعني أشوف إذا هو سيء للشباب فأنا هون لمحطيت له positive and negative consequences أنا عرفت القارئ إنه أنا هون يا جماعة رح أحكي عن الإنترنت وعن سلبياته وعن إيجابياته على الشباب كم جملة أخذ معنا الإنترنت أخذت معنا جملة أولى لحد هون وأخذت معنا جملة ثانية جملة جملة بس شايفين طيب نيجي نكمل هيك خلصنا الإنترنت ممتاز الإنترنت لأنا صار عندي فضول إني بدي أقرأ شو الموجود تمام هس هون هاي body one اللي إحنا سمناها سوري هاي سمناها إيش body one صح بالbody one حكينا إحنا طالب منه advantages disadvantages positives and negatives معناته body one شو بدي أكتب advantages وبدي ألتزم بالadvantages بس بديش أشوف ولا disadvantage إذا بشوف أبدك حشها بره تمام advantages فقط يلا one advantage of the internet is شايفين كي ببلش الموضوع لأنه في عنده أكثر من advantage فهو أبلش one advantage of the internet is الآن اللي أنا بديو يحكي شو هي الadvantage أنه هو افتتاحية هاي statement أو phrase شو بيه جملة افتتاحية فبقول لك واحدة من إيجابيات الإنترنت هي أنه is that الآن هون بدو يحكي للإيجابية شايفيني تحت خط هاي الإيجابية الأولى young people can do research for their school work and home work يعني الشباب بيقدروا إنهم يعملوا أبحاث في شغلهم سواء في المدرسة يعني في دراستهم في المدرسة أو لا واجباتهم البيتية هاي أول إيجابية هل بدو ينطع الإيجابية الثانية الآن لا ليش في شغل مهم لازم ندير بالنا عليها في الكتابة إنه لازم تشرح الإيجابية تبعتك ولو تعطي مثال أقلها تعطي مثال تعطي إحصائية تشرح وتبين أكثر عن الإيجابية اللي أنت كتبتها عشان تبين للقارئ إنك أنت فاهم عن إيش بتكتب أما إذا أنا والله بدأ حط one advantage is كذا 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 and the other advantage is كذا وكذا وكذا معانا تصورت أنا قاعد بعدد نقاط فصال كتابتي ضعيفة تمام فلذلك أنا بخلص الأدفانتج الأولى وبعدين بكتب جملة بشرح عنها شوفوا هاي هون شرح الآن بده يجيني جملة شرح عن الأولى قلنا إذن الجملة هي إنهم بيقدروا يعملوا أبحاث سواء في شغلهم في المدرسة أو في واجباتهم كيف يعني this often this عائد على مين على doing research على كل الإيجابية الأولى this often helps teenagers to widen their knowledge and improve their grades بس يعني هذا بالعادي شو نتيجته يعني أنا بده أشرح عنه شو نتيجته بيقول لك بالغالب هذا بيساعد المراهقين إنهم يوسعوا معرفتهم ويطوروا علاماتهم ويزيدوها وصلت معنى آخر أنا حطيت إيجابية إنه بيقدروا يعمل research ونتيجة هذا research بيقدروا إنهم يرفعوا علاماتهم إذن أنا ما أكتفيت بس بحطيت الإيجابية وخلص شرحت عنها بجملة تمام يا جماعة وخلوا بالكم بخلص جملة full stop شافين punctuation مستخدم بعدين يجا قل لك this often helps the teachers to widen their knowledge and improve their grades حكينا and عشان نضيف معلومة هاي يستخدم and خلص الإيجابية الأولى وشرحنا عنها ممتاز نفوت على الإيجابية الثانية full stop another positive aspect of the internet is يعني معيار آخر من أو مفهوم إيجابي آخر من أو للإنترنت هو إذن هنا نصار في عندي جملة افتتاحية زيها زيها جملة افتتاحية وبعدين بحكي الإيجابية people can practice foreign languages by chatting to friends in other countries إنو الناس بيقدروا إنهم يمارسوا اللغات الأجنبية بإنهم يتحدثوا مع أصدقاهم في الدول الغريبة أو الدول الأجنبية بوقف هون أنا بس حطيت الإيجابية وحطيت وراها full stop طب شو بدا ساوي هسا زي ما ساويت في الأولى بشرح شوي عن هاي الإيجابية لازم أشرح لي بجملة ما بزبط أخلي هناش في هيك أزدت الإيجابية وخلص لا حط الإيجابية وشرح عنها حط الإيجابية وشرح عنها وكذا سنعمل بالسلبيات so this is this على مين عائدة على الإيجابية this is also a good way شايفين لسا بيشرح this is also also هاي برضو طريقة كويسة إنو الواحد يظل متواصل مع أصدقائه وعائلته حول العالم ضايل عندي إيجابيات؟ ما ظلش عندي إيجابيات خلصت فقرة الإيجابيات؟ خلصت فشو بعمل؟ full stop بنهي الفقرة بنزل على الفقرة اللي وراها واللي هي body سميناها body إيش؟ body 2 خلصنا إيجابيات شو بدي أحكي؟ بدي أحكي سلبيات body 2 واتطلع لي كيف بلش فيها on the other hand إذا بترجع لصفحة linking words اللي حكيناها فوق on the other hand يا حبايب هاي اللي هي contrasting ideas للأفكار المتضادة خلصت إيجابيات بدي أحكي شو عكس الإيجابيات؟ كوني بدي أحكي عكس الإيجابيات إذن أنا ببلش be linking word أو أداة ربط تعني التضاد إيش تعني التضاد؟ زي on the other hand على الجانب الآخر there are also negative consequences برضو إحنا عنا إيش؟ سلبيات أو تبعات سلبية لموضوع الإنترنت ببلش فيها يلا حتخلصت الجملة الأولى اللي هي الافتتاحية full stop ببلش بأول سلبية some young people become addicted to online gaming and this can mean that they waste too much time playing these games بيقول لك بعض الشباب بصيروا مدمنين adapted يعني مدمنين مدمنين على الألعاب على اللي هي الـ online وهذا الشيء يعني أو ممكن أنه يعني إنه إيش؟ إنهم بيضيعوا وقت كثير waste too much time بيضيعوا وقت كثير بلعب بلعب هاي الألعاب حطيت السلبية شو بدي أعمل هسا يا الله وإنتم غمضين شو بدي أعمل هسا؟ أيوة بدي أشرح عنها ما بخليها هيك ثلت لازم أشرح عنها طيب يلا نشرح عنها ونقول this طبعا قبل ما أشرح عنها بدي أحط full stop خلصت السلبية حط full stop this can have a negative effect on their schoolwork the amount of exercise they get and their social lives وهذا الشيء so this هاي عائدة على السلبية وهذا الشيء بيأثر على أو ممكن يأثر سلبيا على عملهم المدرسي وعلى كمية التمارين اللي بيعملوها وأيضا على إيش حياتهم الاجتماعية لأن أنا بدي أضيف سلبية ثانية خلصت شرح عنها full stop بدي أضيف سلبية ثانية سمعين شو بقول؟ بدي أضيف فلما بدي أضيف سلبية ثانية بحط وحدة من linking words اللي وظيفتها الإضافة تمام؟ اللي وظيفتها الإضافة واللي عندنا؟ اخترنا in addition طيب إذا بدي أحكي يا أستاذ another عادي بتقدر تحكي another negative aspect is عادي طيب يا أستاذ إذا بدي أحكي أنا مثلا also another كذا كذا عادي تقدر تحكي also بس بديك تحطها في الجملة بشكل صحيح أو بسياق صحيح بمبنى صحيح تمام؟ in addition ممكن تحكي moreover ممكن تحكي furthermore اختار لك واحدة من الموجودة للإضافة وحطها in addition بدي أحط السلبية الآن excessive internet use can mean that some young people hardly talk to their families because they are always on the computer وبرضو استخدام الإنترنت المفرط ممكن إنه يعني إنه بعض الشباب بالكاد بيتحدثوا يا دوب يعني بيتحدثوا مع عائلاتهم لأنهم دائما موجودين على الكمبيوترات هاي ما بدها شرح واضحة وبينة وما بدها شرح في ذلك حطينا full stop وخلصنا فقرة السلبيات شوف توازن شوف التوازن اللي موجود هون ضروري التوازن في الكتابة كم إيجابية أنا أعطيت الله يرضى عليكم أعطيت إيجابيتين صح إيجابية شرح إيجابية شرح كم سلبية أعطيت أنا هون أعطيت سلبية وأعطيت سلبيتين سلبية شرح وسلبية أريدي مشروحة شوف التوازن تعطي إيجابيتين تعطي سلبيتين أعطيت ثلاث إيجابيات أعطي ثلاث سلبيات أعطيت أربع إيجابيات أعطيت أربع سلبيات أعطيت إيجابية أعطي سلبية التوازن مهم عشان تبين أنك أنت حيادي في الموضوع ما بدك تكون أنت زي ما يسموه subjective أو biased متحيز الكاتب مش لازم يكون متحيز أوكي فخلي بالك آخر فقرة الآن واللي هي إيش conclusion الخاتمة شوفوا بإيش بلشنا الخاتمة to sum up ممكن نبلش بإيش all in all ممكن نبلش ultimately ممكن نبلش in the end ممكن نبلش in conclusion أي كلمة من كلمات بداية الخاتمة ممكن تبلشها finally زي ما بدك الآن هون شو حكينا قلنا إحنا في الخاتمة بلخص اللي نحكى فوق بجملة هيك زي ما حكنا بشياكة صح ولا لا؟ خلصانة بشياكة بخلط هيك بلخص الموضوع بجملة هيك جملتين خفاف الطاف وبعطي توصية من عندي نصيحة بحكي رأيي في الموضوع بجملة خفيفة الطيفة وبنهي شوف كيف لحد هون هادا هيك كله إيش هادا هو السمري مش قلنا إحنا في عندنا السمري صح هذا السمري تبعها لو تلخيص ما سبق وشوف الفلسفة في الموضوع شو بقول لك لنلخص شوف شو لخصت هون تمضايت الوقت على الإنترنت ممكن يكون لها تأثير سلبي على الشباب لكن أيضا لها تأثيرات إيجابية شو جبتش جديد أنا يا جماعة وليش يا نلخصت اللي نحكى فوق بس شوفت كيف قصد التلخيص مش إنك تمسك الإيجابيات والسلبيات وترد تحطهم مرة ثانية مش هيك التلخيص تلخيص بس إنه تلخص الفكرة العامة اللي نكتب عنها الفكرة العامة اللي كتبنا هي إيجابيات وصلبيات الإنترنت أو السوشال ميديا هون إحنا كتبنا إيجابيات وصلبيات الإنترنت على الشباب فأنا بمسك هاي الفكرة العام وبلخصها هون تمضايت الوقت على الإنترنت إلها تأثير سلبي على الشباب لكن إلها إيجابيات بس خلصت الجملة هون فول ستاوب حكينا الشغل الثاني شو بنا نعمل؟ بدنا نحكي رأينا رأينا لما أجي أن أحكي ببلش في ممكن شخصيا ممكن أحكي من وجهة نظري من وجهة نظري according to my thoughts بناء على أفكاري تمام؟ فهون أنا بحكي إيش اللي هي رأيي I think ببلش I think I think the internet is an incredible tool and the benefits of internet access outweigh the dangers هاي بدي أخذها بلون ثاني بالأحمر هاي هيك كل هاي إيش كانت لحد هون هاي اللي هي opinion إذن اللي بالنفسج هذا السمري بجملة وحدة والأبينيين برضو بجملة وحدة شو حكيت I think the internet is an incredible tool and the benefits of internet access outweigh the dangers يعني أنا برأيي أو شخصيا أعتقد أن الإنترنت أداة رائعة جدا ومتميزة وإلها فوائد وفوائد الإنترنت تفوق outweigh معناها هي فوق تفوق مخاطره برضو بجملة ثانية أنا حطيت رأيي باجي بجملة ثالثة بحط توصية وبختم فيها الموضوع however شايفين however عشان أعاكس الإشي اللي حكيتو لأن حكيت أنا إلها فوائد كثير وفوائدها تفوق اللي هي دينجر ساعة اللي هي مخاطرها ولكن وعلى كل حال ها خلوا بالكم هون وعلى كل حال we should be careful not to use the internet excessively وهاي هون إيش؟ ريكومنديشن هون ريكومنديشن معناها خلا بقول لك وعلى كل حال إحنا مش أو إحنا لازم نكون إيش حذرين إنما نستخدم الإنترنت بشكل مفرد فبثلث جمل أنا عملت خاتمة الجمل الأولى لخصت الفكرة العامة اللي نكتب عنها بالجمل الثالثة الثانية أعطيت رأيي شخصي شو رأيي أنا في الموضوع بلا طافة بدون ما أكون ثقيل على الموضوع وبالجمل الثالثة حكيت أنا توصية عامة للناس عن الموضوع شو رأيكم؟ وصلت؟ هذا هو الرايتنج يا جماعة الخير نلخص اللي حكيناه يلا سريعا حكينا إحنا top tips for writing أول إشي start by saying what the current situation is or introducing the debate يعني بدك تحكي إنت إيش هو الوضع الحالي أو إنت لازم تقدم النقاش أو الفكرة اللي إنت هتحكي فيها واللي هي قصدنا فيها اللي هي الانتروداكشن في أول فقرة هذا الإشي بنحكيه في الانتروداكشن هيك بنبلش موضوعنا حكينا بإلي هي المقدمة والمقدمة بحكي فيها شو الوضع الراهن للإشي اللي أنا قاب بحكي فيه الوضع الراهن للقضية اللي أنا بحكي فيها شو هي أو بقدم الموضوع أو النقاش اللي أنا بدي أحكي فيه الشغل الثانية in the second paragraph بالفقرة الثانية talk about the advantages إذا طلب منا advantages بحكي عنها طلب منا reasons بحكي عنها in favor use expressions like وبدك أنت تستخدم تعابير زي one advantage of x اللي هو الموضوع اللي أنا بحكي عنه الموضوع اللي أنا بحكي عنه one advantage of الموضوع is يعني واحدة من إيجابيات الموضوع هي كذا كذا إذا طلب منا reasons بحكي one reason of الموضوع is كذا كذا and إذا بدي أكمل بحكي another advantage or another reason وسبب ثاني وإيجابي ثاني لهذا الموضوع وهي كذا واللي هو إيش هاي يسمينا واللي سمينا body one بعدين بالفقرة اللي وراها اللي هي يسميناها body two بكتب إيش بكتب disadvantages أو بكتب إيش اللي هي results هون مش reasons لا سوري سوري صح reasons against reasons against أو ممكن نكتب results زي ما أنا حكت لكم هسه نتائج إذا طلب منا مسببات ونتائج بكتب فوق مسببات بكتب هون نتائج وعلى نفس الإشي بستخدم إيش أنا عندي on the other hand ببلش فيها كونها هي فقرة فقرة أو فكرتها معاكسة للفقرة اللي قبلها ببلش on the other hand أحسن طريقة تبلش فيها الفقرة والفقرة الأخيرة إيش بكتب اللي هي سميناها ال conclusion اللي الخاتمة شو بكتب فيها الخاتمة أنا finally to sum up the male arguments using to sum up ممكن أبلش فيها to sum up ممكن أبلش فيها to conclude حتى أنهي وآخر نقطة رح نحكي فيها اللي هي give your opinion to برضو هاي اللي ها علاقة في اللي هي ال conclusion أعطي رأيك فيها بعبارات زي personally شايفيني نحن نستخدمها personally وبرضو ممكن تحكي in my opinion برأيي تمام يا جماعة الخير وهيك بنكون خلصنا ال writing يعطيكو يعطيكو كيف خطي بالعربي رهيب صح العافية قد ما مشتت جاجح عافية الله يعطيكو العافية جماعة الخير هيك ال writing خلصناه لكن صح الحصة كانت طويلة إن شاء الله تعالى هاي الحصة ممكن تنزل على جزئين تمام على حسب طول الحصة بنشوفها إحنا ضروري جدا تحضروا الحصة جدا جدا مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة حتى إنه تقدروا تجيبوا ال writing من ما جميعه الله يعطيكو ألف عافية وإذا حدا عنده أي سؤال بالنسبة لها ال writing يبعث لي على ال واتساب وأنا جاهز جدا إني أجاوبكم في أي وقت بإذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفركم نتوقو إليكم ونروح نشرب لنا كاسة شاي حلق نشاف السلام عليكم اشتركوا في القناة